يعني نحن نحن نعدي هي مستشفيات وبها وباء ومعزولة وهي السوالف والناس كلها قاعدتين عادي بسببها إنه نحن نحن للمحلات يعني نحن نجيب الوباء لأهاليتنا لبيوتنا هذا إجراء خطأ يعني دكتور تشاسب هو مدير صحة الكارخ من إيجا أخذ هذا القرار وقال لنا نريد نسويه باليرموك إذا ما يعرف دار مدارين يرموك كلها عوائل ما يعرف مناطق سكنية ما يعرف كلها موظفين الناس تروح تيجي تختلط هنا وباء لحيصير أضعاف أضعاف العدد خلي خليوا مستشفى يعزدوها وحدها شو ما عزدو مستشفى الفرات يسوي لهم مكان يتخصص بها يسوي المسحات أو أنه حجر هنا نسمعنا ما رأي يسوي المسحات ما رأي يدون يسويه بنفس المكان أنه حجر للأشخاص بالنسبة لهذا يسويين مركز الصحي هذا للمسحات للحجر وللشسمة المصابين بس يعني نقطة واحدة هذا المركز مركز ما لشسمة معوقين معوقين يتعالجون بهذا المركز زين هما شون راح يقدرون يتعالجون هو يطبوا بمصابين وطبوا بناس يسوي المسحات شون اللي راح يضمن سلامة هذول الناس اللي راح يتعالجون كلهم كبار بالسن ويجون معوقين يعني هو دي يعالج الغلط بالغلط هو بدل ما يحمل الناس من الوباء يجي يحط الوباء بنص الناس هذاك المركز الثاني مركز شرحبيل مركز لقاح الأطفال يعني أنا أقدر باتر أقدر أروح ألقاح بأبني بهذا المركز نحن نرفض أنه يكون المركز داخل المنطقة يعني أنه يكون خارج المنطقة لأن هذا يدي أنه المصابين أكيد راح يلامسون المحلات القريبة من المركز الناس الموجودة بالمنطقة وهذا الإجراء راح يزيد من انتجار الفيروس ما يقلله فالمسحات يجب أن يكون خارج المنطقة مو المنطقة السكنية اللي يكون بيها الناس بكثرة ومحلات كلها انفتحة فهذا الشيء أنا أعتقد أنه خاطئ ولازم النظر به من جديد جو من وزارة الصحة التريض في هذا القرار هذا مركز مركز صحي مال معواقين ومركز طب بسنان ومركز مال رقابة صحية يعني لا يطلعون الدكاتوري يختلطون بالعالم المنطقة السكنية المنطقة كلها تنوب مستشفيات عليها الاعتماد صار بها وضاء وهذا إجراء غلط الريض يعني من وزارة الصحة التريض في هذا الموضوع أو تغيير مكان منطقة سكنية ما يصر بيها يعني مركز مال مسحات وهذه السوال مستشفيات أكوب مستشفيات يرموك خلوا بيها العالم حتى الأمراض المزمنة يتراجع مستشفيات من الخوف